خلصت سنة 2021 بحلوة ومرة في ناس بتفرح بقدوم السن الجديدي وبتحتفل وفي ناس بتحزن لأنه راحت سنة من عمره خلينا نشوف أراء السوريين بشكل عام كيف مضت عليهم سنة 2021 كيف بيتمنوا سنة 2022 تكون والله 2021 مرت علينا الحمد لله على خير كان فيها كورونا وحظروا هيك ولكن الحمد لله بما يقول نوعا ما مليحا نتمنى إن شاء الله يكون السنة 2022 أحسن حتى الوضع اقتصاد التركي يكون أزبط من هيك إن شاء الله هالشهرين اللي مروا هدول طالعوا فرق السنة كلها طبعا 2021 من وين حضرتك؟ من حلب ما بتتمنى ترجع حلب ما بتتمنى طبعا طبعا علوة يا ريت الله الله كريم إن شاء الله نرجع كلها تسوا الله أفضل إياك سنة 2021 كانت آسيا جدا 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 بما تعنيه الكلمة ولكن هو امتحان من الله تعالى يعني هي القصة مو بالسنين بالنهاية يعني سنة 2021 و2022 سيدي القصة هي لا يغير الله ما في قومه حتى يغيروا ما فيه انفسهم إن شاء الله تكون سنة خير وفاتحة فاتحة خير وفرج على الأمة كلها إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي تحكي لنا سنة 2021 كيف مرة تاليك كيف تتمنى سنة 2022 تكون؟ هلأ سنة 2021 صراحة مو بس علية على كلنا نحن السوريين موجودين بالمهجر في المهجر كانت صعبة للغاية ومنتمنى إن شاء الله سنة 2022 تكون خير علينا كلياتنا ويكون ساقط نظام بشار الأسد ونقدر نرجع على بلدنا إن شاء الله ونقوم بخير طيب إنت شخصيا شو بتتمنى تتحقيق بالـ 2028؟ شخصيا ارجع على بلدي بدون النظام السوري هي أهم شيء إن شاء الله تعالى شكرا شكرا شو اسمك؟ عقبة عقبة شو بتتمنى بالـ 2020 شو بتتمنى؟ في السنة الجديدة شو بتتمنى؟ سلية شو؟ سلية سورية؟ اي تتمنى تجاه سوريا؟ اي السلام عليكم السلام عليكم راحة سنة 2021 يعني بحلوها ومرة كيف مرقت عليك بشكل خاص شو بتتمنى في 2022؟ والله بشكل خاص هي موضوع شخصية بس نتمنى ان الله يفرجوا نرجع على بلدنا كلياتنا ان شوالله مصوريين يعني بيزد الله تعالى شو اصعب شي كان بال 2021 بشكل عام؟ والله الحمد للبعين ما في شي صعب بس كان موضوع الكورونا شوي انو ضغط يعني من 2019 2020 2021 شوي صار ضغط بس الحمد لله 2021 كانت الامور مفروضة شوي يعني عن البشرية الكل انفتحت الاسواق وفتحت الشغل الحمد للنفرجت الامور هذه الامور ع الصعيد العام يعني بس وبالسنة جديدة شو بتتمنى؟ بتمنى الله يوفقنا ونرجع بلدنا المنتصري نرجع احمل اسد ونعوان وهي امنتنا الوحيدة للسوريين كلياتة يعني بالداخل وبالخارج شكرا جزيلا وادو احضوا صرف صرف